اشتركوا في القناة النهاردة يا شباب هنتدرب على السؤال التاني في الامتحان السؤال التاني في الامتحان ده عبارة عن نص ناقص اربع فراغات وبتكمله من ست كلمات عشان تحل السؤال ده صح لازم تقرأ الكلمات ده كويس والترجمها وتعرف معناها وبعد كده تقرأ النص وتحاول تفهم هو بيتكلم عن ايه وتبتدي تحل جاهزين؟ يلا بنا نبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الانتحان تشيب رخيص تشيبر أرخص توستر محمصة الخبز سمارت زكي دسكاونت خاص سيل اوكازيون يوجد ايه كبير في مركز التصوق بالقرب من منزلي كل الملابس والآلات ايه اكثر من المعتاد هذا الاسبوع الماكرويف ده عليه خمسين في المية ايه سعره العادية 800 جنيه بس دلوقتي هو ربعمائة جنيه عايز اشتري ايه تلفزيون عشان اتفرج على الافلام على الانترنت تعالوا بقى كده نكمل اظن كده بقت واضحة هنا هنجيب طبعا تشيبر عشان ثان تشيبر ثان يوجوال ديسويك دسكاونت خاصم المثال الثاني مهتم نبات او يزرع على حسب المعنى في القطعة زراعة شوارع اللي هو عدد السكان اللي هو التلوث اسمي طاها عايش في طنطة مدينة محتاجة اشجار اكتر بعضنا هيقوم بكذا بعض الاشجار على امتداد ده هيقلل ده ايضا هيشجع بعض الزوار ان هما يقول مدينتي اللي هما ايه طبعا عايزين ينضمهم للمشروع بتاعنا طبعا كده بقيت التكملة برضو واضحة تعالوا كده نكمل طبعا هنجيب هنا بلانت لان طبعا جونجي تو عايز اوراها الفعل في المصدر والفعل اللي هو بلانت يزرع على طول او على امتداد اللي هي الشوارع ده هيقلل ايه اللي هو التلوث المثال الثالث عايش قرية صغيرة بالقرب من المنصورة في نهاية الاسبوع ايه دايما نقط نفس الاشياء ايه نقط ات سيفن ام انا ايه الساعة سبع صباحا دائما بعمل وجبي بعد الفطار ات لانش تايم في وقت الغذاء بزور اولاد عمي او اولاد خالي بنحب ناكل مع بعض بعد كده في الظاهرة ايه اوفن بلاي نقط وز ماي كازنز اظن كده طبعا ايه واضحة تعالوا كده نكمل طبعا انا يعيش في يعيش في في نهاية الاسبوع بلعب مع اولاد عمي المثال اللي بعد كده wears يرتدي wear يرتدي clothes ملابس burn يحرق او يحترق special خاص freeze يتجمد تعالوا نقرأ most people can't show that اكثر الناس يقدروا يختارهم a that they wear each day اللي هم بيرتدوها كل يوم but in some jobs you must wear لكن في بعض الوظائف يجب ان انت ترتدي for example على سبيل المثال fire fighters must wear clothes that are made of special material رجال الاطفاء يجب ان هم يرتدوا ملابس مصنوعة من مادة خاصة that does not نقط اللي هي ايه بقى هنعرفها دلوقتي if you are a doctor لو انت دكتور you should sometimes يجب عليك في بعض الاحيان نقط special clothes ايه بقى ملابس خاصة and masks that stop you from becoming ill تعالوا كده نكمل most people can choose the طبعا هنا clothes that they wear each day اللي هم بيرتدوها كل يوم but in some jobs you must wear special clothes اللي هي ملابس خاصة for example fire fighters must wear clothes that are made of special material that does not burn طبعا fire fighters بيرتدوا الملابس اللي هي ما بتحترقش if you are a doctor you should sometimes wear special clothes طبعا احنا اخذنا هنا wear لان طبعا عندي should وshould بتتبع بفعل فيه المصدر هناخد دلوقتي امثلة من بعض المحافظات اللي امتحنت التالت عدادي فمعانا محافظة شمال سيناء عند كلمات امازد مندهش ترام اللي هو الترام كانت ريسايد الريف مونيومنتس اللي هي الاثار ميوزيوم مدحف امازينج مدهش كتير من السياح بيفضلوا يقضوا الاجهزات بتاعتهم في مصر لان فيها كثير من نقط هما برضو بيحبهم يروحوا طبعا المصري عشان يشاهدهم الكنوز الاديمة بعضهم بيفضل يذهب الى عشان يستمتعهم بالهواء النقي والبيئة النظيفة وفي النهاية هما هما يشوفوا الاماكن الرائعة تعالوا نكمل من فوق طبعا هنا طبعا احنا هنا خدنا اللي هي الصفات المنتهية بالايدي لوصف الاشخاص معنا كمان محافظة الوادي الجديد مهتم جذاب معارض اللي هي خارجي اسمي اروة انا عايشها في الخارجة هي مدينة كبيرة وجميلة وامنة هي موجودة في جنوب غرب مصر طبعا نتعرف باركس يعني متنزهات او حضائق ميوزيامز اللي هي المتاحف وبيلدينجس اللي هي المباني مكان المفضل معبة هبس اي بريفير تو جو ذير بفضل ازهاب هناك the weekend نهاية الاسبوع اي بريفير بينج انا بافضل كوني نقط تو بينج اتهم على اننا اكون في المنزل تعالوا كده نكمل بقى مي نيمز اروة اي ليف ان الخارجة اتس ابيج بيوتفول and بيسفول سيتي اتس اي تساوز ويست اف ايجيبت دير او لوتس اف اتركتف باركس ميوزيامز بلدينجس and some وبعد المعارض my favorite place is hebestemble I prefer to go there at the weekend طبعا احنا عارفين ان weekend هنجيب قبلها at I prefer being outdoors to being at home زي بقولتلكوا شباب عشان تحل السؤال ده كويس لازم تقرأ الكلمات وتفهم معناها بعد كده تقرأ القطع وبعد كده تبتدي تكمل وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة هتمنى من الله ان انتم تكونوا تعلمتم معايا حاجة جديدة النهاردة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شيرو لايك ولو ممكن تشتركت في القناة اردت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك الفيديوهات الجديدة اشوفكم على خير الحلقة اللي جاء في فيديو بديد جود باي